انا بحضراتكم بفقرة حنتكلم فيها عن امنية المصريين. كانت شيرين بتقول لهم ما شربتش من نيلها انا بقول لك وبقلب جامد الحى اشرب من نيلها عشان كمان سنتين مش هيبقى فيه مية. النيل مش هيبقى فيه مية كمان سنتين ده مش كلامي. ده ولا ده ولا دي مبالغة بالضرورة. اللي انا بقوله ده دي الحقيقة اللي هتحصل. القصة وما فيها ان عبدالفتاح السيسي تناجر عن حصة مصر التاريخية في مياه النيل. ووافق على بناء سد النهضة. اسيوبيا مصر انها هتملى سد النهضة خلال تلات سنين. السيسي بعد ما ورطنا وخلى المشكلة كبيرة جدا وبشكل قانوني بيطالبها انها هتملى السد على مدار سبع سنين وهي رفضة. دخل الامريكان ضغط السياسي اسيوبيا رفضت. دخل السعوديين بابتزاز مادي اسيوبيا رفضت. دخل الاسرائيليين والاسرائيليين مش عايزين يبغطوا بجد لانهم في الاخر عايزين مية النيل توصل عندهم ويبقى ده الحل. القصة وما فيها احنا بيجي لنا حوالي اربعة وخمسين ونص اه خمسة وخمسين ونص مليار متر مكعب من المياه. بناء على اتفاقية تم توقعها سنة الف وتنمية تسعة وتسعين. المياه دي اغلبها حوالي تمانية واربعين مليار متر مكعب بييجي من اسيوبيا. اسيوبيا لما هتقفل النيل عننا او الجزء اللي جاي من عنها هتمنعه تماما. هيجي من من عندها صفر. مش هيجي من عندها حاجة عشان تملى البحيرة بتاعتها. اللي هيجي لنا هو الباقي حوالي سبعة ونص مليار متر مكعب. طيب ده معناه ايه? معناه ان ما فيش مية هتيجي مصر. او معناه ان احنا هنستخدم اه مخزون مخزون السد العالي. ايه اللي حيترطب عليه تعالى نشوف مع بعض في تلخيص بسيط يعني ايه اسيوبيا تملى البحيرة بتاعتها في بتاعت سد النهضة في ثلاث سنين بس. تعالوا نشوف مع بعض. في ثلاث سنوات. نصيب مصر من مياه النيل خمسة وخمسين ونص مليار من اصل تمانية وتمانين مليار متر مكعب. ده مجمع للمية اللي موجودة في نهر النيل. بتحصل مصر او مصر نصبها تمانية واربعين مليار متر مكعب من المياه بييجي من اسيوبيا. والباقي بييجي من المصادر الاخرى. تحصل على باقة حصتها من منطقة البحيرات. اه اللي هي من اغاندا. وابعدها من السودان. طيب بعد كده يا جماعة علشان نفهم ايه اللي هيحصل لما تتملي اه 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 يتملي اه سد النهضة في ثلاث سنين. المساء اه الساعة التخزينية للسد اربعة وسبعين مليار متر مكعب. وهي مساوية تقريبا لحصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل. مصر بتعتمد على حوالي سبعة وتسعين في المية يعني ايه؟ بتعتمد مصر على حوالي سبعة وتسعين في المية من احتاجاتها المية من نهر النيل يعني احنا يا جماعة من غير مية النيل لا هنعرف نشرب ولا هنعرف نزرع ولا هنعرف نعيش سد النهضة اللي بيتعمل محتاج اربعة وسبعين مليار متر مكعب علشان يتتملي البحيرة او خلف السد مصر بتطالب بملء بحيرة سد النهضة في سبع سنين اسيوبيا مصر على ملء البحيرة في تلت سنين بس وحد ما انا بكلمك دلوقتي اسيوبيا في طريقة انها تملى البحيرة في تلت سنين وبس طيب تعالوا نشوف مع بعض تطورات او او اثار سد النهضة ماذا يعني ذلك يعني ايه؟ اللي هيحصل لنا مصر تعتمد على مخزونها من المياه في بحيرة السد بحيرة السد او بحيرة ناصر زي ما كانوا بيسموها اللي موجودة عندنا ومبنية من الخمسينات فيها مية واتنين مليار متر مكعب ده لو مليانة على عنها زي ما بيقولوا مخزون بحيرة ناصر اذا استخدمناه كمان مش هيكفي مصر سنتين يعني فعلا بعد سنتين وبناء على المعطيات اللي احنا فيها دي مش هيبقى في مصر ولا نقطة مية نتيجة لذلك هتفقد مصر واحد وخمسين في المية من اراضيها الزراعية لو تمال الخزان في تلات سنين نص الاراضي الزراعية اللي بنزرعها هنفقدها ومش هتبقى موجودة امام مليار متر مكعب من المياه تحرم مصر مصر هتفقد متين الف فدان من الاراضي الزراعية يعني كل مليار متر مكعب من المية هيغيب عننا هيغيب قصاده متين الف متين الف فدان من الاراضي الزراعية وإحنا هيتمنع عننا اكتر من تمانية واربعين مليار متر مكعب من المية المليار بمتين الف فدان احسابها انت بقى. فقدان مليار متر مكعب واحد من المياه من شأنه ان يخلف مليون حالة بطالة جديدة. مليار واحد. يعني بوار مليار متر مكعب من المياه. لما ما يجيش معناه حيضيع مننا متين الف فدان معناه مليون عاطل حيعودوا على رصيف جدد. قبل بناء السد كان دعم الكهرباء اربعة وستة من عشرة مليار دولار. بعد بناء السد دعم الكهرباء هيوصل احداشر ونص مليار دولار. والدولة بتشيل الدعم. والمواطن هو اللي حيدفع من جيبه والله يكون في هون. بعد الانتهاء تماما من نخزون بحيرة ناصر هيكون العام التالت هو عام الجفاف. عام الشدة المستنصرية. او الشدة السيسوية. واللي مش مصدق. وعايز يقول من عنده فيكو والسيسي عامل مش عارف ايه? لا يا سيدي. السيسي خرابها. السيسي قاعد على تلاها. السيسي جاب ها على البلاط وحيقفلها قريب. ويقول كان هناك دولة تدعى مصر في يوم من الايام. المنشط ده ممكن تقرأ قريب جدا. الدولة عملته. هددت زي محمد مرسي هدد? وقال لو نقصت نقطة ماية هنحط دمنا? لا. الدولة راح تتوسل للاسيوبيين. وقصت امريكا. وقصت السعودية. وقصت اسرائيل. واسيوبيا ركبت نغها. وبتقول تلت سنين يعني تلت سنين. حتى مش عايزين يخلوهم سبعة. لا. تلت سنين. وحيبنوا ازدود تاني. طيب. الدولة عملت يورونا يا جماعة. هل الدولة عملت حاجة تانية او لا لا? الدولة شغلتنا مغبرين على بعض. الدولة بتقول لك متحلقش ده انك ما تروطشش مية ما تمسحش عربيتك. عندنا حاجة تانية يا جماعة هنشوفها عندنا. كانت خطة السيسي البديلة ان الجيش يبني اكبر محطة تحلية لمياه البحر. وده كله هكس. لان تحلية مياه البحر مكلفة جدا. ومش هتكفي. منع المزارعين من زراعة المحاصيل المستهلك. الرز مفيش. اصب السكر مفيش. كمان وزارة الواف دخلت على الخط. وبيطالبوا الشعب العمم المشايخ بيقول لك رشض المياه. مش علشان ده سنة. لا. عشان السيسي باع نصيبك من المية. عمرو قديب طالب المصريين انهم يستحموا في خمس دقائق. خد الدش بتاعك. ويقول لك يكون اسبوعي. اه في خمس دقائق. وبس. حوالي كلام عمرو قديب دلوقتي. خلاص ده خلص معنا ده صحيح? طيب.